شابتر 4 Chemical Bonds الروابط الكيميائية المحاضرة الرابعة الريزونانس أو الرنين الريزونانس تعريفه أو هو بتكون إزاي هو وجود المركب في أكتر من لويس استركتشر يعني المركب الواحد ممكن يتواجد في أكتر من لويس استركتشر في الحالة دي بنسميهم ريزونانس استركتشر مركبات الرنين أو ريزونانس فورمس أشكال الرنين طيب ناخد مثال يعني إيه وجود المركب في أكتر من حالة جزيء الأزون على سبيل المثال المكون من 3 زرات أكسجين علشان خاطر جزيء الأزون يوصل للتركيب السوماني زرات الأكسجين المركزية بترتبط بربطة أحدية مع أكسجينة وترتبط بربطة سنائية مع أكسجينة تانية طيب هي هترتبط بربطة أحدية مع أنهي أكسجينة وبرابطة سنائية مع أنهي أكسجينة في الشكل اللي عندي هنا هي مرتبطة هنا بربطة أحدية ومع زرات الأكسجينة دي بربطتين وفي الشكل التاني ممكن أنها ترتبط مع اللي كانت أحدية بربطة سنائية واللي كانت سنائية ترتبط معها بربطة أحدية يبقى أنا عندي شكلين للمركب طيب أنهي شكل فيهم اللي موجود في الطبيعة اللي اتنين بيكونوا متواجدين وفي بينهم نوع من أنواع الاتزان يعني الشكلين بيكونوا متواجدين ولا يمكن تفضيل شكل على الآخر طيب ناخد مثال تاني للرانين أو الريزونانس مجموعة النطرات الآن أو سري مينس زرة النيتروجين في المدار الأخير بتاعها احنا متفقين فيها خمس إلكترونات وزرة الأكسجين المدار الأخير بتاعها في ست إلكترونات عشان نعمل شكل في زرة النيتروجين كزرة مركزية وحواليها ثلاث زرات أكسجين وكلهم يوصلوا للتركيب السوماني هنلاقي أن أنا عندي أقدر أعمل ثلاث أشكال في حالة اتزان الشكل الأول بتبقى الضبل بوند بين النيتروجين والأكسجين متواجدة مع الزرة دي ومع الزرتين التانين عندي سينجل بوند وممكن الضبل بوند دي تبقى مرتبطة مع الزرة دي وممكن الضبل بوند دي تبقى مرتبطة مع الزرة التالتة الثلاث أشكال لي جزيء النطرات هي أشكال صحيحة وفي بينهم حالة من حالات الاتزان وهم التلاتة بيتسموا Resonance Forms of Nitrate أو أشكال الرنين المختلفة لمجموعة النطرات ترجمة نانسي قنقر